نبدأ من أزمة الغاز المنزلي في مديريات ردع موسيقى معاناة كبيرة تعانيها الأسر ويعاني منها كل السكان في مديريات ردع نتيجة عدم الغاز المنزلي وبحسب الشكوى أن الوكيل لم يحصل على الكمية المطلوبة المقررة والآن اللجنة المجتمعية تسعى للبحث ومعرفة من يقف وراء هذه الأزمة في محافظة البيضاء عامة وردع خاصة نتمنى أن يكون هناك تجاوب سريع من قبل الجهات الرسمية في هذا الأمر حتى نخفف المعاناة من أهالينا في ردع نتيجة أزمة الغاز المنزلي وأنا بدأت شم ريحت أن الأزمة بدأت تعود لأغلب المحافظات والمديريات والمناطق اليمنية وإن شاء الله أنه ندياوزها بشكل سريع جدا شكرا